موسيقى السلام عليكم بغينا نزيدو على هذا الشي اللي قلنا قبيلات على الحدود ما بين المغرب والززائر لك حضرنا على هاد المنطقة قبيلات هاد هاد الخريطة صنحها فيدال اللي كان أستاذ فرنسي في باريس وغاستون لوت اللي كان مدير التعليم بالمغرب وحنا قرينا في هاد الخريطة اللي كان في ذاك الوقت تقررنا بإنا كان منطقة اسميتها ساغة ماروكا الصحراء المغربية هاد في عام هاد الخريطة تصنعت في الخمسينات واللي كانت تعتبر هنا الناس اللي عافورها تقريبا كينزاقورا هاد المناطق وتزيد عليها تمشي حتى الصحراء ما يسمى الصحراء الغربية كانوا تسموها يعني حتى واحد ما كانت حتى السؤال واش هاد المنطقة مغربية ولا لا السؤال حتى طول زازائر في عام 1975 لكن حتى لديك الوقت كانوا هاد الناس إذا مشيت عندهم تخرجوا لك العالم المغربي تخرجوا لك العالم الحمر وتعتبروا رسم مغاربة لأن كانوا تخرجوا ضرائب الحكومة المغربية كانوا كينز الشيخ كانوا كينز الشيخ كانوا كينز الشيخ كانوا كينز المغربي هذا تيبين بأن التاريخ هو وخص دي ما يكون الحسم يعني من اللي يكون عندنا شي مشكل نرجعوا للتاريخ نشوفوه هو التاريخ ديال هاد المنطقة وهذا تيبين بأن قال الناس في ذاك الوقت الخمسينات كانوا يعتبروا بأن الصحراء مغربية ومع حتى إشكال حتى الواحد